ورم خبيث ينخر جسد العراق في صمت خوفا من المساءلة الاجتماعية لسيطرة العادات والتقاليد العشائرية والمجتمعية على سلوكيات الفرد العراقي مما يجعله حبيث السكوت من المطالبة بأخذ الحقوق من مرتكبي جرائم بشتى أنواعها وأشكالها زين المحارم للوهلة الأولى من سماع هذه العبارة تثير الدهشة والرفض إلا أنها أفعال أمست تطرق أبواب الأسر العراقية رجال أعمال وأصحاب نفوذ بحسب شهود يروجون لها بدفع مبالغ كبيرة مستغلين الوضع المادي لأصحاب الطبقة الفقيرة والمعدمة شنت أشتغل وهي شخص هو رجل أعمال وعرض علي هذا الموضوع اللي هو الزين المحارم لأن أكثر من مرة شاف أخويا يوصلني للشغل إلى أن ما يوم الأيام فاتحني بالموضوع وقال لي أنت وأخوت شنو رجل أساعدكم وأنطيش المبلغ الفلاني وهو بصراحة مبلغ جدا مغري فأنا قلت له والمقابل قال المقابل يعني أنه هذا الموضوع مع الزين المحارم فأنا تفاجأت وحاولت أنه أمشي الأمور كأنه ما ماكو شيء بس قام يحاربني بالشغل وإلى أن يعني بطلني من الشغل إلى جانب إسهام بعض الشخصيات بدفع أموال كنوع من الإغراء لممارسة زن المحارم العشرات من الصفحات على مواقع التواصل شاركت بتلك المهمة كشفت عنها الشرطة المجتمعية لتتخذ إجراء غلقها والمشرع العراقي يقرر عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرمي زن المحارم ومن أسهم بالدفع لارتكاب ذلك الفعل وحالات كثيرة لم يكشف عنها أو تعرض على القضاء من قبل بعض الأسر تم ضبط عدد من هذه الحالات في عدد من المحافظات ورصدنا عدد من المواقع الإلكترونية المجولة بالنسبة لنا مجولة العائدية لكن رصدنا هذه المواقع التواصل التي تحاول أن تحرض وتنشر هذه الرذيلة بين صفوف شبابنا ومجتمعنا وستطعنا نغلق بعض هذه المواقع المشرع العراق تشدد بهذه الجريمة وجعل عقوبة مرتكب جريمة زن المحارم هي الإعدام الشريك يعاقب عقوبة الفعل الأصلي قد يكون الشخص الذي يدفع لارتكاب الجريمة شريكاً للمتهم بأحد وسائل الاشتراك سواء كانت بالمساعدة أو التحريض وبالتالي يعاقب عقوبة الفعل الأصلي قتل ترهيب تهجير وآخرها الخروج من رحمة رب العباد بممارسة أفعال تقشعر له الأبدان جميعها سهام موجهة لتلامس قلب المجتمع العراقي لتلبية رغبات الطامعين بتحويل العراق اجتماعياً إلى أرض هشة يسهل السيطرة عليها ندى المرسوم من بغداد التغيير